مشاهدين الكرام أحبة الطلبة والطالبات وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا ودرس آخر في مهارات اللغة العربية للمستوى الثالث ضمن برنامج صعوبات التعلم في مدارسنا لازلنا في مهارات اللغة العربية واليوم نتحدث عن حروف الجر نتحدث عن حروف الجر فهي بناء إلى ذلك دائما نبدأ بالكفاية والكفاية هي الثابتة أن يوظف الطالب القواعد النحوية التي درسها واليوم نريد أن نوظف حروف الجر نتعرف قاعدة حروف الجر نبدأ بالأهداف هدف درسنا لهذا اليوم أن يتعرف الطالب حروف الجر أن يتعرف الطالب الأسماء المجرورة أن يستنتج الطالب القاعدة النحوية أن يقوم الطالب بتطبيق القاعدة النحوية التي استنتجها في الهدف الثالث نبدأ ببسم الله نلاحظ الجمل الآتية لاحظ معي عزيزي الطالب ولاحظي معي عزيزتي الطالبة واحد كتبت موضوعا فراغ الصحة كتبت موضوعا الصحة هنا المعنى اكتمل أم لم يكتمل كأن هناك شيء مفقود في الجملة فالمعنى ليس واضح نحتاج إلى شيء بسيط يكمل لنا المعنى لن يتم المعنى إلا بهذا الشيء ما هو كتبت موضوعا نقول ماذا كتبت موضوعا عن الصحة كتبت موضوعا عن الصحة فاكتمل لنا الآن اكتمل معنى الجملة اثنين غسلت يدي مسافة فراغ الماء والصابون غسلت يدي الماء والصابون ايضا ناقص الجملة لابد أن تكتمل بهذا الحرف حرف الباء غسلت يدي بالماء والصابون فاكتمل المعنى ذهب أبي فراغ البحر ذهب أبي البحر جملة غير تامة كيف تتم هكذا تمت الجملة ذهب أبي إلى البحر ذهب أبي إلى البحر أربعة وضعت الكتابة فراغ الحقيبة وضعت الكتابة الحقيبة الجملة غير تامة نريدها أن تتم هكذا وضعت الكتابة في الحقيبة يغرّد العصفور الغوصم يغرّد العصفور الغوصم أعتقد أنكم عرفتم الناقص هنا يغرّد العصفور على الغوصم هكذا اكتمل معنى الجمل التي عرضت ماذا نستنتج إلى أي شيء نصل نصل إلى أن نتعرف إلى الحروف أو الكلمات التي وضعت في الجمل السابقة من إلى في عن على الكاف اللام الباء هل هي أسماء أم أفعال الأسم هو الذي يشير إلى معناه إلى نفسه محمد سماء أعرف أن هذه سماء هو أسم الفعل هي كلمة تقترن بحدث وحدث بزمن معين مثل ذهب في الماضي يذهب الآن هذا الفعل إذن هذه ما ليست إسم وليست فعل ظل أن كل كلمة من هذه الكلمات تسمى حرفا تسمى حرفا إذن هذه حروف هذه حروف ماذا نسمي الحروف الثمانية السابقة التي ذكرت ماذا نسميها هي درس هذا اليوم كما فهمتم كما عرفتم أننا نتحدث عن ماذا عن حروف الجر حروف الجر رأينا في المثال الأول أو في الشريحة الأولى أن الجملة لا يتم معناها إلا بوضع حرف الجر في مكانه المناسب إذن حرف الجر كلمة لا يتم لها معنى إلا باقترانها بكلمة أخرى فنقول خرجت من وأسكت لابد أن أواصل في كلامي حتى يتبين المعنى فأقول خرجت من البيت خرجت من البيت لا أقول خرجت البيت ولا أقول خرجت من لا بد أن أقول خرجت من البيت من ارتبطت بالبيت والبيت ارتبط بمن نواصل ماذا نسمي الأسماء التي تليها كمثالنا خرجت من البيت خرجت من البيت البيت اسم وقبله حرف الجر من فإذن البيت هنا أو الأسماء التي تلي حروف الجر نسميها أسماء مجرورة الأسماء التي تلي حروف الجر هي أسماء مجرورة هذه قاعدتنا هناك حروف للجر وهناك أسماء مجرورة بهذه الحروف ما حركة الاسم المجرور بعد حرف الجر المفرد إذا كان مفردا وأنا ذكرت في مثالي خرجت من البيت خرجت من البيت إذن الحركة واضحة في حديثي هي الكسرة هي الكسرة وليست الضمة وليست الفتحة وليست السكون حركة الاسم المجرور المفرد بعد حرف الجر هي الكسرة حروف الجر ثمانية هذه هي القاعدة في درسنا لهذا اليوم من إلى في عن على الكاف اللام الباء هذه حروف الجر الثمانية التي ندرسها هنا التي ندرسها في درسنا يسمى الاسم الذي يأتي بعد حروف الجر كما عرفنا اسما مجرورا وتكون حركته الكسرة وتكون حركته الكسرة الآن إلى التمارين مباشرة والقاعدة بسيطة جدا وأنتم أهل لها ذهب أحمد نقط المدرسة ذهب أحمد ماذا الإجابة بسيطة ذهب أحمد إلى المدرسة إلى ارتبطت هنا بالمدرسة والمدرسة ارتبطت بها فلا نقول ذهب أحمد المدرسة لم يكتمل المعنى إلا بحرف الجر إلى حرف الجر هنا إلى تمرين آخر رأيت سارة نقط الحديقة رأيت سارة نقط الحديقة الإجابة رأيت سارة نكمل المعنى فنقول رأيت سارة بالضبط في الحديقة رأيت سارة في الحديقة تمرين آخر نام محمد نقط السرير الجملة ناقصة نكمل المعنى فنقول نام محمد بالضبط أنتم أجبتم قبل على ما يبدو نام محمد على السرير جملة جملة أخرى تحدث المعلم نقط غزوة بدر تحدث المعلم نقط غزوة بدر إذن المعنى لم يكتمل نكمل المعنى فنقول تحدث المعلم عن غزوة بدر فاكتمل المعنى مثال آخر أو تدريب آخر قدمت هدية نقط صديقي قدمت هدية نكمل المعنى فنقول قدمت هدية بحرف بسيط لصديقي في يوم عيد ميلاده مثلا قدمت هدية لصديقي تدريب آخر فنقول هنا أخذت قلما نقط أخي واضحة أخذت قلما من أخي أخذت قلما من أخي سافر أبي الطائرة سافر أبي الطائرة واضحة نكمل المعنى فنقول سافر أبي بواسطة ماذا بالطائرة بالطائرة واكتمل المعنى تدريب أخير فنقول انطلقت السيارة نقط الصاروخ انطلقت السيارة الصاروخ الجملة ناقصة لم يكتمل معناها نتم المعنى فنقول انطلقت السيارة ماذا 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 كالصاروخ ما شاء الله سيارة سريعة انطلقت السيارة كالصاروخ الى هنا نأتي الى نهاية درسنا لهذا اليوم اشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة